تها البارحة الخميس بمؤتمر حوار غرب المنتوسط 5 زائد 5 حول الأمن المائي والتغيرات المناخية في فالونسيا بإسبانيا أن حوض البحر الأبيض المنتوسط يتعرض إلى العديد من المخاطر والكوارث الطبيعية جراء تغير المناخ والتي تشكل تحديات جسام للنمو الاقتصادي للجزاء وتؤثر على العديد من مجالات الحيوية بما في ذلك الوصول الآمن إلى الموارد الطبيعية ومن أهمها الماء ورفعت وزيرة البيئة لتوجه الجزائر نحو تأهيل وتوسيع السد الأخضر برفع مساحة هذا الغطاء النباتي لنحو 4.7 مليون هكتار في أفاق عام 2035 لمواجهة ظاهرة التصحر